برضو موراقوية جدا جدا ودي تعتبر يعني تاني أحسن نتيجة أو تاني أسوأ نتيجة الأفضل منها طبعا في دنيا المصالح يعني ما ليش دعو بقى ما تخدناش في أي مناطق في دنيا المصالح مصلحتنا كان أن يفوز بيرامد النهاردة مصلحة الكرة المصرية والدوري المصري وأنه هو يسخن ويزا ما بقولك يولع كان في فوز بيرامد ولكن تاني نتيجة بعديها تعاود الفريقين الأهلي وهو الأقل أداء في كل الجدول ده يعني الأهلي يلاعب 15 مباراة وأقل لواحد بعديه 17 مباراة واخد بالك اللي هو زمالك هو في المركز الثالث ينفرد بالمركز الثالث أو مش بينفرد هو المقصة تصور أن المطشوم النهاردة كان على المركز الثالث بس المقصة بيزيد بأربع مباراة الأهلي أقل من الزمالك بمباراتين مجموعهم 6 نقاط الأهلي بيقل عن الزمالك ب12 نقطة دلوقت 42 ل30 الأهلي أقل من بيرامد خمس مباريات وأقل منه بتسع نقاط فوز الأهلي في المباراتين المتبقيتين يخليه يقترب أكتر شوية لكنه عدد المباريات بينه بين بيرامدز هو ده اللي ممكن يدي له فرصة كبيرة إن شاء الله إنه يتقدم لأنه الفارق بينه بين بيرامدز خمس مباريات لسه في كتير دوري قوي جدا 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 جداiral من الزمالك بمเสييرoto يمكنني الكبير إبطار بالجانب